سورة البقرة وعهد الأمة مع الله إخلاف العهد بسبب عدم الصبر وهبوط الأمة من الحياة إلى الموت لندرس متسلسلة الآيات واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكثرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن المرحلة الأخيرة من العهد تتطلب التدريب على التحكم بشهوات النفس والتغلب عليها بالصبر حتى الوصول لليقين فالله تعالى يريد لطلاب العهد الصلة مع السماء ويختار لهم الأعلى في حياتهم لكن من لا يريد أن يصبر يختار الأدنى فبدلا من طعام السماء يختار الطعام الأدنى طعام الأرض والصحراء كانت بيئة مثالية للانعزال وعبادة الله والتخرج ثم العودة للمجتمع لتغييره وتنويره فدين الله ليس دين انعزال ورهبانية وهزيمة بل دين تغيير وعزيمة وكم كانت فرصة عظيمة للأمة لكي تصبح أمة يقين فرسول الله وكلمه نفسه يشرف عليها والله يظللها بالغمام ويطعمها من السماء ولكنها قررت في بيئة الحرية التخلية عن الصبر في العبادات وعلى تدريب النفس فتتلقى الأمة التحذير المخيفة من موسى فنبي الأمة يحذر من هبوط حياة الأمة من حياة الحرية السماوية إلى حياة الذل والعبودية والتقتيل من جديد لقد فرض الله تعالى على الأمة الإسلامية الصلاة وصيام شهر رمضان لكي تحكم الروح الجسد المادية فيصبح الجسد أداة طيعة لروح طليقة تطيع الله ومن يرفض الصبر على العبادات والصلة مع الله بالانقطاع المؤقت عن ملهيات الدنيا سوف يخسر الدرع الروحية ويصبح عبدا ذليلا للشهوات الدنيا وكم نرى من مسلمين اليوم يشكيون من بيئة القهر التي يعيشون فيها فإذا سافروا لبلاد لا قهر فيها لم يستغلوا تلك الفرصة للتقرب لله السير وفقا لمراحل العهد مع الله هي مفتاح النجاح في الحياة الروحية والعلمية فالله يبين أولا مراحل العهد الروحي في الآيات السابقة ثم يبين مراحل العهد العلمي في قصة البقرة وقصة الحمار والطيور فمن الناحية الروحية من لا يؤمن ويعمل ويصبر لن يصبح الله تعالى حاضرا في قلبه وسيصبح عبدا للشهوة ومتظاهرا بالإيمان وفي قرارة نفسه سيكون مستهزئا بعهد الله ويتخرج مخادعا ومفسدا بمرتبة الشرف ومن الناحية العلمية لا توجد حركة في الحياة من دون إيمان ولا يوجد نجاح من دون عمل كثير وصبر طويل فالطالب يؤمن بطريق العلم ثم يدرس بجد ويصبر على دراسته حتى يتخرج والمخترع يؤمن بوجود طريقة جديدة لحل مسألة حياتية ويعمل ويختبر ويصبر حتى يصل لاختراعه الجديد والعالم يؤمن بوجود نظرية توحيدية جديدة ويعمل ويبحث ويصبر وهكذا يبين الله تعالى مجددا أن الفرق بين حياة الحرية وحياة الموت والعبودية هي الصبر على الإفاء روحيا بعهده والحمد لله على فضله ورحمته اللهم صلي وسلم على محمد في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك واسعة علمك